السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ايه يا رب دايما تكونوا بخير كنت في حطة مصر النهاردة فقلت ادخل السوق الجديد صورت لكم حتة صغيرة كده منه ده عمو بتاع الموز بيبيع الموز ب 11 جنيه بيقول ان هو ملك الموز يعني بس هو سعره كده 10-11 ونصف مثلا اه وبردو ستفانديو البرتقون اه البرتقون دلوقتي هو اربعة جنيه وفيه اتنين نصف بس صغير وفيه بخمسة يعني الاسعار عندهم زي ما كانوا برة اصلا كنت بفكر ان الاسعار الجوه هتبقى اغلى عشان طبعا عالفين الاجارات تعليهم وكده بس لا الحمد لله الاسعار الكفاية اللي احنا فيه يعني الحمد لله بصوا بقى برة ده مكان الترام كان بيبقى كله ناس قاعدين في الارض والترام ما بتعرفش تعدي بصوا ما شاء الله بنوا ودور ازاي دورين كمان اهو المكان بقى مريح نفسيا كده وفاضي تمشي براحتك الاول مرة يشوف قناتي ما ينساش اشتريك فيها ويفعل زرورة الجرس على الكل عشان كل ما نزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه متنسنيش باللايك عشان يعني اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وهعملكم جولة بقى ده انا كنت مرة بالليل فبردو صورتلكم كده جزء بقوا عاملين دلوقتي كل مكان اه للمقربصات كل المنطقة في المكان بتاعها لو انت بقالي كتير مرحتش محطة مصر هتروحي تطوهي هتقولي ايه ده بس طبعا في نظام وفي نظافة وحاطين بسقط للكمامة هتشوفو دلوقتي معايا شكله حلو وكراسي ان انت تعود تنتظري فيها بصراحة بقت شيك جدا يعني ما شاء الله اه مش عارف ايه حكاية النور ربنا يا رب يسطرها معينا دايما دايما كده نسبح مستغفر كتير ربنا دايما كده يكتب لنا الخير يا رب احنا للأسف الزحمة هي هيها روح عشان اركب بس ساعات تساعتين بس تبصوا الجمال الدنيا بقت رايقة ازاي في ناس بيروح يعودوا كده في الجنين بالليل لو حد حبيب يروح كده يعني وبصوا بساقة الكمامة اهي شكلها ما شاء الله والكراسي اهي وحلوة قوي يسيبكم فرعية الله ومع السلامة